بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أوقاتكم سادتي المشاهدين الكرام في برنامجكم الجديد الدعاة الصامتون والذي يتناول عدة مواضيع أخلاقية نص عليها أهل البيت عليه السلام وحثوا شيعتهم على الالتزام بها في حقيقة الأمر إذا رجعنا إلى الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم نجد بأنه في مقابل الأحاديث التي وردت عنهم سلام الله عليهم والتي تؤكد على الالتزام بالفرائض والالتزام بالواجبات هناك كم كبير آخر من الروايات الشريفة التي قد يفوق عددها الكثير من الروايات التي وردت في الفرائض من حيث العدد من حيث الكمية نصت وحثت المؤمنين على الالتزام بفضائل الأخلاق على الالتزام بمكارم الأخلاق هذه الروايات الواردة في العديد من الكتب الشريفة المباركة تبين أهمية الالتزام بالأخلاق الالتزام بالكيفية التعامل مع الآخرين مع الناس بحيث أن أهل البيت عليهم السلام لم يخفلوا هذا الجانب بل أنهم ركزوا في العديد من المواطن على كيفية التعامل الفرد مع الإنسان وهذا الأمر الالتزام بالأخلاق هو كان من أحد أهم الأسباب التي جعلها أهل البيت عليهم السلام للدعوة إليهم اسم البرنامج الدعاة الصامتون فهل أنه يمكن لشخص بأن يدعو إلى طريق أهل البيت سلام الله عليهم وهو صامت هل يستطيع أنه يكون داعية لأهل البيت سلام الله عليهم بدون أن ينطق بدون أن تصدر منه أقوال نعم الروايات الشريفة بيّنت بأنه من أحد أهم الطرق التي يمكن للإنسان المؤمن أن يدعو فيها إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام ويدعو فيها إلى الالتزام بإمامتهم وولايتهم هو أن يكون صامتا كيف يكون صامتا هذا ما سنبينه في حلقات هذا البرنامج إن شاء الله تعالى لاحظوا هناك روايات عديدة وردت عن الأئمة عليهم السلام بيّنت بأنه كيف يمكن للإنسان المؤمن أن يكون داعية صامتا لأهل البيت عليهم السلام أنا أذكر لكم بعض هذه الروايات والتي وردت بألفاظ متعددة وفي كتب متعددة مما يبين أهمية الدعوة إلى أهل البيت عليهم السلام وكيفية الدعوة إليهم سلام الله عليهم لاحظوا هذه الرواية التي وردت عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في أنه أوصى بعض شيعته فقال لهم كونوا لنا دعاة صامتين لاحظوا تعبير الإمام الصادق عليه السلام جاء بشكل واضح بشكل صريح بأنكم أيها الشيعة أيها الموالون كونوا لنا دعاة صامتين قالوا وكيف ذلك يا ابن رسول الله قال تعملون بما أمرناكم به من طاعة الله وتنتهون عما نهيناكم عنه ومعاصيه فإذا رأى الناس ما أنتم عليه علموا فغل ما عندنا فسارعوا إليه فإذن الإمام الصادق عليه السلام بيّن في هذه الرواية المباركة بأنه كيف يمكن للمؤمن أن يكون داعية لأهل البيت عليهم السلام أعطى عدة معايير عدة أفعال من الممكن بأن يكون الإنسان المؤمن في الالتزام بهذه الوصايا التي وردت على الإمام الصادق عليه السلام أن يكون داعية لأهل البيت سلام الله عليهم لاحظوا هنا الإمام الصادق عليه السلام قال كونوا لنا دعاة صامتين لم يقل كونوا دعاة صامتين لنا قدم الضمير لنا قدم هذه الكلمة كونوا لنا دعاة صامتين مما يدل على أن الإمام الصادق عليه السلام أمر وأوصى شيعته بأن لا يكونوا دعاة لغيرهم سلام الله عليهم كيف يمكن للإنسان والعياذ بالله أن يكون داعية لغيرهم لغيرهم سلام الله عليهم عن طريق عدم الالتزام بأفعالهم عدم الالتزام بسيرتهم المباركة عدم الالتزام بأقوالهم الاعتمام بغيرهم والعياذ بالله هذا كله من الممكن أن يكون الإنسان فيه داعية لغيرهم سلام الله عليهم الإنسان الذي يحتج ببعض الأقوال التي وردت عن الأشخاص الذين خالفوا أهل البيت عليهم السلام الذين وقفوا في وجه أهل البيت سلام الله عليهم يستشهد بأفعالهم يستشهد بأقوالهم يجعلهم قدوة له في حياته في بعض التصرفات هذا كله يكون داعية لهم وهو لا يعلم قد يكون الإنسان لا يعلم في هذا المجال أو غير منتبه لهذا الفعل ولكنه في الحقيقة وعند الله سبحانه وتعالى هذا الشخص يسجل من الذين يدعون إلى أئمة الجور إلى أئمة الضلال والعياذ بالله لذلك الإمام الصادق عليه السلام قال كونوا لنا دعاة صامتين أي أنه حصر الدعوة بهم سلام الله عليهم ولهم سلام الله عليهم كذلك هنا في هذه الرواية كونوا لنا دعاة صامتين لماذا الأئمة سلام الله عليهم وفي هذه الرواية الإمام الصادق عليه السلام أمر وأوصى شيعته بأن يكونوا دعاة صامتين لماذا الصمت لماذا الدعوة بالصمت وعدم التكلم وعدم النطق طبعا المقصود بعدم النطق ليس أن يكون الإنسان أخرسا لا أي أن تكون دعوته عن طريق أفعاله تصرفاته لا عن طريق أقواله فقط لا تكون أفعاله هي داعية لأهل البيت سلام الله عليهم هذا هو المقصود بالدعوة الصامتة لماذا الإمام الصادق أوصى أصحابه وشيعته بأن يكونوا دعاة صامتين لاحظوا هناك في الحقيقة عدة أسباب لهذه الوصية التي وردت عن الإمام الصادق عليه السلام أولا لأن العمل دائما يكون أبلغ من القول الإنسان الذي يراد أن يعرف هل أنه إنسان صادق أو إنسان كاذب والعياذ بالله كيف يعرف هذا الإنسان كيف يميز هذا الإنسان يميز عن طريق أفعاله لذلك تجدون بأن الكثير من الناس يتكلمون الكلام الحسن ويتكلمون بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويتكلمون بالمثاليات كما يعبر عنها ولكن عندما تأتي إلى التطبيق تأتي إلى الأفعال وتجد تصرفاته وتجدها بأنها مخالفة تماما لما قاله لذلك دائما العبرة المعيار في حقيقة الإنسان في صدق الإنسان هو فعله وليس قوله نعم الوجه الأكمل للإنسان بأن يكون فعله موافقا لقوله هذه هي الصورة المثالية للإنسان لذلك الإمام الصادق عليه السلام قال كونوا لنا دعاة صامتين أي بأفعالكم لاحظوا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون هنا توبيخ من الله سبحانه وتعالى بأنه لماذا أنتم تقولون شيئا وتفعلون شيئا آخر لماذا فعلكم لا يطابق قولكم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون المقت يأتي بمعنى البغض بمعنى الكراهية هذا الفعل مبغوض عند الله سبحانه وتعالى بأن يتكلم الإنسان شيئا ولا يفعله ولا يلتزم به في هذا المجال أيضا يقول أمير المؤمنين أمير المؤمنين عليه السلام من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره هذا الإنسان الذي يعد أو يحسب نفسه قدوة للآخرين يعد نفسه بأنه هو مثال يحتذا به في المجتمع وهناك أتباع له وهناك أشخاص يمشون خلفه ويتبعون سيرته الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول من نصب نفسه للناس إماما طبعا الإمام في مقابل ليس المقصود به إمام الدين وإمام المفترض الطاعة كما هم حال أهل البيت عليه السلام لا الإمام الذي يؤتم به يعني الذي يكون قدوة في هذا المجتمع فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه لاحظ أمير المؤمنين عليه السلام يقول هذا الإنسان الذي يحسب نفسه أو يعد نفسه بأنه قدوة للآخرين وأنه مثال يحتذا به في المجتمع يجب أن تكون سيرته هي التي تعلم الناس الأفعال الحسنة تعلمهم الأخلاق الحسنة السيرة الحسنة لذلك السيرة الحسنة تكون أبلغ وأكثر تأثيرا في الناس من القول تجدون الكثير من القادة الكثير من الأشخاص عندما يخطب وعندما يجتمع بأتباعه وأنصاره يتكلم دائما بالمثاليات وبالأفعال الجيدة والأخلاق الحسنة والسيرة المحمودة ولكن عندما تأتي إلى سيرته وإلى أفعاله تجدها بأنها منافية تماما لما قاله في خطبه أو في كلماته لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول وليكن تأديبه بسيرته يعني هذا الإمام الذي نصب نفسه للناس إماما أو قدوة أو مثالا فليكن تأديبه لغيره عن طريق سيرته قبل تأديبه بلسانه ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم سلام الله عليك يا أمير المؤمنين على هذه الحكمة الرائعة حقيقة التي تجعل خارطة الطريق ترسم خارطة الطريق كاملة للإنسان الذي يريد أن يهدي الآخرين في المجتمع هذا الإنسان أمير المؤمنين عليه السلام يقول الذي يهذب نفسه ويعلم نفسه ويربي نفسه على الأخلاق الحسنة الأخلاق الفاضلة السيرة الحميدة هذا الشخص أحق بالإجلال من الشخص الذي يحاول أن يقنع الآخرين باتباع الأخلاق الحسنة وهو لا يلتزم بها فإذن السبب الأول الذي دعا الإمام الصادق عليه السلام وأهل البيت السلام عليهم بأن يوصوا شيعتهم بأن يكونوا دعاة صامتين لهم هو بأن الفعل يكون أبلغ من القول السبب الثاني بأن الأئمة عليهم السلام عاشوا في زمنهم فترة تقية وقد كانت هذه الفترة التقية التي كانوا يمرون بها في بعض الأزمنة تقية شديدة جدا بحيث أنه حتى كان لا يسمح لهم بملاقات أصحابهم كان لا يسمح لأحد أن يتردد عليهم أو أن يأخذ منهم بعض الأحاديث أو بعض المواعظ لذلك الأئمة عليهم السلام كانوا يخافون على شيعتهم من القزل من التعذيب من النكال بهم من قبل السلطات الظالمة والجائرة لذلك كانوا يأمرون شيعتهم بأن يكونوا دعاة لهم صامتين لكي لا يعرف أمرهم لا يكتشف أمرهم عند السلطان عند الحكومات الجائرة بل كانت أفعالهم تدل على اعتقادهم وتدل على ولاية الأئمة عليهم السلام لذلك كانوا يأمرون أصحابهم بأن يكونوا دعاة لهم صامتين من هذا الجانب الآخر والسبب الآخر الذي قد يكون أيضا وراء هذه الوصية للإمام الصادق عليه السلام بأن الإيمان الحقيقي هو ما يظهر على الجوارح ما يظهر على الأفعال لذلك الإنسان الذي يقول بأني مؤمن وهو لا يلتزم ولا ينعكس هذا القول على أفعاله وعلى جوارحه لا يعد إنسانا مؤمن لذلك تجدون بأنه وردت رواية عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق سلام الله عليهم على اختلاف الرواية قال الإيمان إقرار وعمل والإسلام إقرار بلا عمل لذلك الإنسان الذي يدعي بأنه هو إنسان مؤمن يجب أن يوافق قوله وعمله هذا الإنسان يعد إنسانا مؤمنا ولكن إذا لم يطابق هذا القول هذا الفعل عد مسلما ولم يعد مؤمنا لذلك قال الإسلام إقرار بلا عمل كذلك في رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الإيمان إقرار باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالأركان لاحظوا هنا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ينقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يبين بأنه الإيمان ما يظهر على جوارح الإنسان ما يظهر ما يقوم به الإنسان في حياته اليومية لذلك تجدون بأنه في رواية أخرى عن ابن عباس ينقلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سأل بعض الناس رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا له يا رسول الله أي الجلساء خير من الأشخاص الذين نجالسهم في حياتنا نجلس معهم نتحدث معهم قال من ذكركم بالله رؤيته لاحظوا أي أنه بمجرد الرؤية تستطيع أن تعرف بأن هذا الإنسان هو إنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بدون الفعل بدون القول بمجرد الرؤية أي أن الخشوع والإيمان ظاهر على بدنه ظاهر على وجهه بحيث أنه بمجرد رؤيته أنت مباشرة تتجه إلى الله سبحانه وتعالى وزادكم في علمه منطقه وذكركم بالآخرة عمله فيتبين لنا بأنه هذه الأسباب قد تكون من الأسباب التي دعت إلى وصية الإمام الصادق عليه السلام بشيعته بأن يكونوا دعاة لهم صامتين وهناك روايات أخرى إن شاء الله تعالى سنتناولها في الحلقة القادمة تبين وتؤكد هذا المضمون إلى ذلك الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته